موسيقى تحية لكم مشاهدين و اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التليغراف ونطالع فيها مقالا بعنوان الاطفال الخدج يخرجون من الحاضنات بعد قصف طائرات الاسد مستشفى للاطفال في حلب وقال كاتب المقال ان الاطباء في ضواحي حلب المدمرة يناشدون لمساعدتهم بعدما دمر طيران السوري اخر مشفى للاطفال في المدينة واضاف ان القوات الموالية لرئيس السوري بشار اسد تستهدف مدينة حلب والتي تعتبر معقلا للمعارضة السورية لليوم السادسي على التوالي وشار كاتب المقال الى ان عدد الضربات الجوية بلغت اكثر من مئة خلال 24 ساعة واردف كاتب المقال ان الاطباء اضطروا الى اخلاء ثلاثة مستشفيات الاربعاء من بينها قسم للاطفال المرضى والمصابين كما عمدوا الى اخراج الاطفال الخدج من حاضناتهم لنقلهم الى القبو وفي مقابلة مع الصحيفة مع احد الاطباء في مستشفى بحلب قال تعودنا على هذه الطائرات وهذه القذائف ولكن رجاء اوقفوا هذه الحرب واضاف اننا نرى الاطفال تقتل بالقذائف وهم داخل حاضناتهم ونشرت الصحيفة الصورة لاطفال الخدج خارج حاضناتهم بعد تعرض قسم الحضانة للقصف وقال كاتب المقال ان الصراع الوحشي في سوريا اودى بحياة نصف مليون شخص كما ان المستشفيات في ارجاء البلاد دمرت واكدت جمعية الاطباء المستقلين التي تمول مستشفيات الاطفال انه يوجد فقط 18 حاضنا الاطفال في جميع المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية وفي صحيفة قرار التركية نقرأ مقالا لحقان البيراق بعنوان اين اخطأت تركيا في تعاملها مع الازمة السورية جاء فيه اصبحت في الاوينة الاخيرة الانتقادات الموجهة لسياسة تركيا تجاه سوريا موضع يتبعها الكثيرون فكيف تصرفت تركيا تجاه سوريا واين اخطأت منذ بداية الحراك الثوري سرعت تركيا الى مطالبة الاسد بضرورة عمل الاصلاحات التي وعد بها قبل عشر سنوات حتى تخرج سوريا والنظام سالمين من الازمة ولو قام الاسد بذلك لخرج بصورة البطل القومي فهل اخطأت تركيا هنا ام اخطأت عندما كانت تتوسل الى ايران من اجل الضغط على الاسد للبقاء بعيدا عن استخدام العنف ضد شعبه ام اخطأت عندما دخلت الازمة السورية مرحلة لا عودة واعلنت تركيا موقفها الواضح بالوقوف الى جانب حقوق الشعب السوري والحراك الثوري ولم تقم تركيا بذلك هل كان الثوار سيتوقفون عن اعمالهم الثورية وهل كان الاسد سيعفو عنهم وتستقر سوريا واريد التذكير بان الاجتماعات التي قامت بها المعارضة السورية في تركيا في تلك المرحلة اكدت بطلب من تركيا على انها حراك سلمي وستبقى كذلك لكن ظلم الاسد المتصاعد لم يبقي الامور كما يجب ان تكون وبعد ذلك تعلمون ما حصل دخل المحاربون من مجموعات البغدادي والميليشيات اللبنانية والايرانية وكتائبهم والجيش الايراني وبعد ذلك دخلت روسيا وحزب الاتحاد الديمقراطي وتدخلت امريكا واصبحت الامور عبارة عن فوضى عريمة والبعض يريد ان يحمل تركيا فاتورة هذه الفوضى لكن عندما نسألهم ماذا كان يتوجب على تركيا ان تقوم به اذا كنا نبحث عن قصور في سياسة تركية جه سوريا فاننا نستطيع القول بانه يتبثل بعدم قيامنا بدعم حقيقي للثوار من اللحظة الاولى وارسالهم نحو دمشق قبل حصول كل ما ذكر في الاعلى وفي صحيفة صباح تركيا نقرأ مقالة لفخردين ألطن بعنوان اللعبة المكشوفة لعداء تركيا رأى فيه الكاتب بان مرور الوقت تتقوقع المعارضة التركية وتتقزم مع مروره وكلما تقوقعت اتجهت نحو الراديكالية بذلوا كل ما بوسعهم لكي تذهب البلاد الى حرب اهلية حاولوا بكل السبل من اجل اثارة البلبلة في الاوساط الشعبية اتخذوا من عداوة اردوغان استراتيجية لهم وبلغوا في ذلك حتى قال الشعب هذا امر مستحيل لقد قاموا باعداد نظام موازن عدة مرات وزودوا الارهاب بالمعلومات لاكثر من مرة حاولوا استفزاز الشعب واددوا روح الوحدة والتضامن بين المواطنين الجزء الاكبر من المجتمع التركي عرف اللعبة التي تلعبها الاطراف ضد تركيا وفهموا ان المانيا اقدمت على هذه الخطوة لحشر تركيا في الزاوية واستخدام هذا الملف كعصى لمقارعتها وقرأ الجزء الاكبر من المجتمع بان موقف المانيا هذا موقف معادن تتحرك تركيا وفقا للمنفعة المتبادلة وتكامل المصلحة بين الطرفين اما هم فتصرفاتهم استثنائية وفقا لمصالحهم دون النظر الى الطرف الاخر لقد تعامل اردوغان في علاقته مع اوروبا بشفافية منذ 2002 وحتى الان ومن اجل تقدم هذه العلاقات بشكل سليم كان لابد من اقناع المجتمع التركي من جهة وقادة الدول الاوروبية من جهة اخرى لقد قام اردوغان باقناع شريحة كبيرة من المجتمع التركي بالفكر الاوروبي لكن قادة الدول الاوروبية شكلوا عقبات جهة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وقاموا باختلاق حجج واهية وكانت اخر الاعيبهم حكاية ابادة الارمن لهذا السبب فاردوغان منذ فترة ينتقد تصرفات الدول الاوروبية وعلى رأسها المانيا بكونها استثنائية وغير مسؤولة كما ينتقد لا مبالاة جهة المأساة في سوريا وبالانتقال الى صحيفة المستقبل اللبنانية مشاهدين الكرام نقرأ مقالا لأسعد حيدر بعنوان سوريا وحرب الارادة اشار فيه الكاتب الى اجتماع وزراء دفاع روسيا وايران وسوريا في طهران ووصفه بانه ليس اجتماعا عاديا انه اجتماع يقع في توقيته عند مفترق خطير ودقيق للحرب في سوريا لذلك يجب متابعته ومراقبة ما سينتج عنها اعلنا وما ستتم ترجمته لقراراته السرية ميدانيا في سوريا وحتى العراق الحرب في سوريا تتحول تدريجيا الى حرب دولية تضع المنطقة كلها ومن دون استثناء على حفة هاوية قد يقال نعلم انه توجد قوات عسكرية ومخابرتية لكل الدول العضاء في الحرب في سوريا لكن يوجد فرق بين التسريبات المخابرتية والاعلامية وبين الاعلان الرسمي الفرنسيون كشفوا انهم ارسلوا وحدات كمندوب الى سوريا وقد سبقهم الى ذلك الانجليز والامريكيون والروس والاتراك وبطبيعة الحال ايران ومجموع ميليشياتها الشيعية بقيادة الجنرال سليماني وقد تزوج من سوريا ما يخوله الاقامة من دون دعوة رسمية هذا من دون تناسي الدور الاسرائيلي الواسع والفعال بالتعاون والتكافل والتضامن مع موسكو ومباشرة مع القيصر فلاديمير بوتين جوا وبرا كل هذا امر يمكن التعامل معه بدراية ولكن الاعلان عن النزول الثلاثي الامريكي الانجليزي والفرنسي لقتال جنبا الى جنب مع الاكراد الاملين بالانفصال مما يضع سؤالا كبيرا حول مستقبل سوريا كدولة اولا والمنطقة خصوصا العراق ولبنان ثانيا هذا التدخل الى جانب الاكراد يطرح سوريين بجميع فصائلهم سؤالا كبيرا هل فتح الباب امام التقسيم او الفيدرالية في افضل الظروف وماذا عن مستقبل النظام والمعارضة معا تصعيد بشار اسد الاخير واصراره على الحل العسكري ناتجا عن استقوائه بالروس والايرانيين ولكن ايضا في حشر المعارضة السورية بين مطرقته وبين السندان الكردي المدعوم غربيا لا يوجد حسم في المواقف والترتيبات انها حرب الارادات بانتظار انتخاب الرئيس الامريكي القادم بالتأكيد ستختلف الامور مع بقاء اهمية المكاسب المساجرة حتى ذلك الوقت في خانة المتفاوضين على طاولة التفاوض وختام حلقة اليوم مع جريدة الصد الشام ومقال لعبد القادر عبدالي بعنوان داعش ضد داعش قال فيه الكاتب عندما اعلنت قوات سوريا الديمقراطية قصد معركة تحرير رقا كان من المفروض نشوب معرك بين هذه القوات وتنظيم الدولة الاسلامية داعش في المنطقة الشرقية حيث توجد قصد ولكن الامر المستغرب ان داعش قامت بانسحابات تكتيكية كبرى شملت عشرات القرى دون اطلاق رصاصة واحدة لصالح قصد لا بل وهناك الانكى والاشد مرارة فهي لم تترك الجبهة الشرقية دون قتال انفحص بل فتحت الجبهة الشرقية الجديدة ضد الجيش الحر او ما استلح على تسميته المهارضة المعتدلة منذ اربع سنوات تطالب حكومة العدالة والتنمية الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو بتقديم الدعم لها لتأسيس منطقة امنة اخيرا بتزامن مع اعلان معركة تحرير رقا اعلنت الولايات المتحدة الامريكية دعمها تركيا لاقامة منطقة امنة تمتد بين عين العرب كوباني وعفرين ولكن تركيا لم ترد ايجابا على هذا الدعم الامريكي لمعرفتهم بان الامريكان لا يعملون الا لمصالحهم فقط ومن جهة اخرى دخول تركيا هذه المعركة سيكون لصالح وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل غالبية قصد هنا جاءت حركة داعش التي فاجأت كثيرين فلقد التقت بندقيتها مع بندقية وحدات الحماية الشعبية التي تشكل غالبية قصد فتركت تلك القوات واخذت قتالا داميا ضد فصائل الجيش الحر وكان الهجوم على مارع وما حولها اي على ارض في المنطقة التي كانت تركيا تعلن انها تريدها منطقة امنة فهل تكتيكو تنظيم داعش ايضا ان يقول للعالم ليس هناك في البرد سوى النظام وداعش وقصد فعليك ان تختار بين هذه القوة واذا ما كان هذا تكتيكو فهل يأمل بان يختاره العالم ويفضله على نظام الملالي الحليف الاقوى والاجد في المنطقة للولايات المتحدة الامريكية او على قوات قصد التي شكلها ودربها وسلحها المعروف ايضا ان هذا التكتيكو يضير بالمصالح الاستراتيجية التركية ولذلك يمكن ان تضطر القوات المسلحة التركية للدخول في مواجهة داعش وفرض المنطقة الامنة كخيار امريكي هذه المرة وليس خيارا تركيا وهذا ما سيؤدي الى نهاية التنظيم في سوريا في حال قولنا ان داعش لم يختر ان تلتقي بندقيته مع بندقية وحدات الحماية الشعب الكردية والنظام وامريكا الصليبية لانه مرتبط بالنظام السوري واجهزته الامنية فان عملياته العسكرية تدل على نتيجة واحدة اخرى وانه ضد نفسه اي ضد داعش ضد داعش بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة